صورتها وهي ترسم لوحاتها المذهلة يرسلها الناس إلى بعضهم البعض عبر تطبيق واتساب ودائما مع نفس التعليق ويالا العجب الرسامة الأمريكية بروك روثشانك تقوم برسم أي مدينة تقع عليها عيناها من أول نظرة وبدقة عالية والغريب في الأمر أنها تعاني من مرض التوحد كاد فريق الإعداد أن يبكي تأثرا لكن لم يفعل ذلك لأن القصة مفبركة والمعلومات خاطئة فالفتاة ظاهرة في الصورة ليست أمريكية ولا تدعى بروك روثشانك ولا هي مصابة بالتوحد كما أنها لا تستطيع رسم أي مدينة بمجرد أن تقع عيناها عليها للحظة واحدة الحقيقة هي أن هذه هي الفنانة والرسامة البريطانية أوليفيا كيمب والتي تتمتع بموهبة في إبداع رسومات معقدة ومفصلة وأحيانا تكون خيالية وسوريالية أو من ذكرياتها الخاصة حيث تقوم بتحويل الصور الفوتوغرافية والرسومات التخطيطية إلى رسومات باستخدام قلم الحبر ويستغرق إنجاز اللوحة الواحدة عدة أشهر وقد شاركت أوليفيا بأعمالها في معارض عديدة في بريطانيا وأمريكا وغيرها لكن بمزيد من البحث تبين أن هناك بالفعل فنانة أمريكية تدعى بروك روثشانك وهي رائدة في فن النمنمات حيث تستطيع رسم لوحات 3D غاية في الصغر والدقة لأشياء يومية تحيط بنا ولها أكثر من 70 ألف متابع على حسابها على إنستجرام وهي أيضا لا تعاني من مرضي التوحد تحيط بنا